في إطار التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات الحكومية للتصدي للممارسات غير القانونية تستمر شؤون الجنسية والجوازات والإقامة في حملاتها التفتيشية المشتركة بالتعاون مع هيئة تنظيم سوق العمل والمحافظات الأربع بحملات تفتيشية وزيارة عدد من المحال التجارية ومواقع العمل وأماكن تجمع العمالة للوقوف على مدى الالتزام بالأنظمة والقوانين والتأكد من التزام العمالة بقوانين وشروط مملكة البحرين الخاصة بالإقامة وتأتي هذه الجهود المشتركة بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية بهدف التصدي للممارسات غير القانونية في سوق العمل والعمالة غير النظامية حماية للمجتمع ككل والحرص على توعية العمالة الوافدة بحقوقها وواجباتها بالأنظمة والقوانين التي يجب مراعاتها في مملكة البحرين إلى جانب تفعيل جانب الضبط القانوني من خلال تكثيف حملات التفتيش على العمالة غير النظامية